حابب الأول نتكلم عن المباراة المهمة للنادي الأهلي مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي في دور إياب دور التمانية لبطول الدوري أبطال أفريقيا النهاردة بعثة النادي الأهلي غدرت إلى كازابلانكا مباراة مهمة جداً زي ما احنا عارفين المباراة الأولى اللي انتهت هنا في ملعب الأهلي والسلام انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 وإن شاء الله المباراة التانية كلنا ثقة في لعب النادي الأهلي وكلنا ثقة في الجهاز الفني بالنادي الأهلي زي ما احنا شايفين دلوقتي اللقطات والصور اللي معانا دي دي صور بعثة النادي الأهلي النهاردة اللي غدرت النهاردة مطار القاهرة كل اللعبة مستعدة كل اللعبة ان شاء الله مستعدة تعمل مباراة كبيرة احنا كجمهور النادي الأهلي عندنا ثقة كبيرة في اللعبة في الجهاز الفني اللاعبة دي اللي لعبت قبل كده مباريات كبيرة في البطولة التسعة والبطولة العشرة وقدرت تفرح كل جماهير النادي الاهلي البطولة التسعة والعشرة اللي كان فيه مباريات صعبة سواء على ملعبنا أو خارج ملعبنا ان شاء الله كلنا ثقة في هؤلاء اللاعبين هقول لحضراتكو برضو باعثة النادي الاهلي النهاردة تمثلت فيه محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمد هاني كريم فؤاد محمد عبد المنعم محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية وقاليو ديانج حمدي فتحي محمد محمود حسين الشحات صلاح محسن محمد مجد أفشة طاهر محمد طاهر ميكي سوني أحمد عبدالقادر وليد سليمان حسام حسن محمد شريف وبرسي تاو زي ما احنا شايفين علي معلول انضم للبعثة موجود ان شاء الله تكون نسب شفاءه كبيرة جدا وان شاء الله يلحق بالمباراة كل اللعيبة على قلب رجل واحد وزي ما اقول لحضراتكم احنا كجمهور النادي الأهلي عندنا ثقة في اللعيبة اللعيبة دي مرت بمواقف صعبة في البطولة التسعة والبطولة العشرة وقدروا يعدوا كل المواقف الصعبة بأداء كبير سواء خارج ملعب النادي الأهلي فيه سواء لما قابلنا الترجي التونسي في ملعبه الوداد في ملعبه سانداونس في ملعبه كل دي فرق كبيرة النادي الأهلي قدر وقتها يقدم عروض علشان كده احنا لما نرجع لسيناريو المباراة الأولى اللي كانت فيه ملعب الاهلي والسلام الكرة كانت معاندة شوية كان فيه فرص كتير كان النادي الأهلي ممكن يطلع بنتيجة أفضل لكن ان شاء الله لسه عندنا شوط تاني هناك مهم جدا مباراة الأهلي والرجاء المغرب في المغرب دايما مباراة صعبة صعوبتها طبعا زي ما احنا عارفين ان الرجاء عنده جماهرية كبيرة حوالي 35 ألف متفرج هيحضروا المباراة نادي الرجاء كان بيسعى ان يكون العدد أكبر لكن الشركة المنظمة لهذه المباراة قالت 35 ألف متفرج نادي الرجاء بيسعى زيادة العدد لكن اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها العدد اللي هيكون موجود في المباراة 35 ألف متفرج عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة مرت بالظروف دي النهاردة لما لعبت النادي الأهل للعيبة اللي فيها منتخبات زي منتخب مصر زي ما نشوف عمر السلية ونشوف محمد شريف ومجد أفشا وآيمن أشرف ومحمد الشناوي وعمر السلية مروا بالظروف الصعبة دي مع منتخب مصر وأمام جماهير كتير برضو نفس الكلام علي معلول أليو ديانج برستاو فالنهاردة عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة تقدر تتأقلم مع هذا الوضع زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي مرافق لبعثة النادي الأهلي وهو رئيس البعثة وطبعا معاه الدكتور محمد شوقي ومعاه الكابتن حسام غالي أعضاء مجرس الإدارة النهاردة دور الكابتن محمود الخطيب مهم جدا في المباريات الكبيرة النهاردة مجرد سفروا مع اللعيبة بيوصل رسالة للعيبة أهمية المباراة الالتزام التركيز إزاي نفرح جمهورنا الكرة مكسب وخصارة وإحنا متعودين إن الكرة دايما مكسب وخصارة لكن كل واحد يبزل أقصى جهد عنده محدش يقدر يوفر نقطة عرق النهاردة ملعبت النادي الأهلي اعمل اللي عليك والنتيجة إن شاء الله بتاعت ربنا التوفيق إن شاء الله هيجي لما بنقيم الفرقتين فرقة الأهلي وفرقة الرجاء النهاردة شوف أداء النادي الأهلي في المباراة الأولى اللي كانت هنا النادي الأهلي كان أفضل على نسبة الاستحواز النادي الأهلي هو الأفضل في الضغط النادي الأهلي هو الأفضل في خلق الفرص النادي الأهلي هو الأفضل في التهديف لكن كنا ممكن نزيد الغلة التهديفية بسبب الفرص الكتير اللي ضاعت المباراة الكبيرة اللي هتكون هناك مش محتاجة النهاردة ممكن أسرح ولو سانية حصل سرحان شوية في آخر الشوط الأول وده بيكون وقت مهم جدا في المباراة ازاي اللعيبة تكون مركزة التسعين دية وزي ما انا شايف النهاردة الوشوش اللي موجودة كلها سواء انت بتبدأ سواء بتقعد للشوط التاني كل اللعيبة مركزة النهاردة لو ملكش دور في الشوط الاول ممكن يكون ليك دور في الشوط التاني ممكن تنزل تغير علشان كده كل اللعيبة محتاجينها مفيش اساسي ومفيش احتياطي في عادي المباراة في النادي الاهلي ازاي اللعيبة كلها تفرح جمهورها